موسيقى كثيرة هي شعارات تحقيق السلم الاهلي في المجتمع الفلسطيني لكن تطبيقها برأي الخبراء لا يزال بحاجة لمزيد من الوقت في الخليل ومنذ قرابة عامين تعكف المحافظة بالتعاون مع رجال العشائر ومؤسسات المجتمع المدني على اعداد خطة للسلم الاهلي في المحافظة تم لغاية الآن تشير بأن نحن ننتقل من المجتمع الكبير إلى المجتمع المصغر الذي يستطيع أن يهضم كل احتياجات المجتمع والسلم الاهلي وبالتالي ينطلق ضمن خطة واسعة من أجل ترسيخ الشعور العام بالأمن والنظام تطوير إطار لمراجعة أنشطة السلم الاهلي في الخليل كان محور نقاش المشاركين في هذه الورشة التي جاءت بتنظيم من مركزي شمس وديكاف هذه الورشة التي من دم مشروعة يحتف لتعزيز السلم الاهلي في عدة محافظات الدفة الغربية نحن في هذه المرحلة الثانية الآن نقوم بعدد ورشات بتعاون مع اللجنة المختصة مشكلة من قبل المحافظة حول موضوع السلم الاهلي أعضاء اللجنة التوجهية التي تشكلت لمتابعة قضايا السلم الاهلي أوصوا بتعزيز العلاقة بين الأطراف المدنية والأمنية لمعالجة الإشكاليات الطارئة المشاكل في البلد هو الاحتلال وتقسيم البلد إلى مناطق ادشتو واتشون ومناطق سي وبي وإيه السبب الآخر هو الظروف الاقتصادية الصعبة والسبب الثالث والناجم عن السببين الأولين هو عدم استقرار مؤسسات السلطة وبالتالي عدم وجود الدول على الأرض وتشتمل الخطة على ثلاثة أهداف تنتهي بتعميمها على محافظة الوطن المختلفة ما بين تعزيز سيادة القانون ودور المجتمع المدني ورجال الإصلاح تبقى قضايا الأمن المجتمعي بحاجة لمزيد من الجهود لمتابعتها في محافظة تلعب فيها العشائرية دورا هاما في تحقيق السلم الاهلي حمز السليم الخليل تلفزيون وطن اشتركوا في القناة